أبرز ما ورد إليكم في اللجنة حول الإدارة المحلية إيه اللي شفتوا الدكتور سمير ولقيتوا لافت جدا للانتباه هو كان موضوع الجلستين بتاعه النهاردة بيدور حوالين المجالس المحلية وكده ويمكن أنا قلت في بداية الجلسة إن إحنا لما متكلم بس عن موضوع المجالس المحلية وليس عن كل ما يتعلق بالإدارة المحلية على أساس الموضوعات الأخرى ممكن تطرح في جلسات قادمة بإذن الله فكان موضوع المجالس المحلية هو بيتناول أو بتتناول أربع مواد من المواد التسعة بتاع الدستور يعني الدستور يتكلم عن إدارة المحلية في تسعة مواد من المادة 175 لغاية المادة 188 من المادة 188 إلى 183 اللي هم أربع مواد دول بيتكلموا عن المجالس المحلية وعن كيفية انتخاب المجالس المحلية وتشكيلها وبالتالي كانت المناقشات بتدور حوالين إيه هو النظام الانتخابي اللي ممكن من خلاله يعني انطبق الحصص اللي قالت عليها المادة 180 اللي هو 25% للشباب و25% للمرأة وضمان تمثيل المسيحيين وذوي الإحتياجات الخاصة وإن 50% من إجمال المقاعد في المجلس المحلي تبقى للعمال والفلاحين فإيه هو النظام اللي احنا نقدر اللي هو يطبق الحصص ضهية واللي هو في نفس الوقت برضو يعني يتيح قدر من المشاركة لأكتر من حزب أو قوة سياسية بحيث ما يبقاش يعني المجلس أو المجلس كلها عبارة عن يعني نوع واحد أو حزب سياسي واحد وكده فكان دي من الموضوعات اللي هي مطروحة في المناقشة النهاردة موضوع آخر اللي هو كان بيتعلق برضو بأدوات المسائلة اللي أعطاها الدستور في نفس المادة 180 للمجالس المحلية اللي هي الأسئلة وطلبات اللحظة والاستجوابات والاستجواب دستور 2014 أول دستور في مصر ينص صراحة على حق المجالس المحلية في الاستجواب فكان النخش منهم ماشي هو الدستور خلاص حسم القضية أن من حق المجالس المحلية تستجوب رؤساء الوحيدات المحلية ابتداء من المحافظة وانتهاء برئيس القرية مفيهاش كلام العملية دي ولكن لابد أن يبقى فيه ضوابط لعدم إساءة استغلال حق الاستجواب لأن هو الأصل في العلاقة بين المجلس المحلي والمجلس التنفيذي والخدراتنا هم يبقى تعاونوا مع بعضهم في سبيل تقديم الخدمات العامة للمواطن في سبيل تحقيق التنمية المحلية وبالتالي هو الاستجواب ما هوش يعني مش أدل الملكفات يعني أنا خلاص بدأ استجوابت أنا هستجوبك بكرة طبعا أنا ما يعرفش لا ولكن ماشي من حقك أنك أنت تستجوبه ولكن في ظروف معينة وفقا لضوابط معينة فهنا لابد من وضع ضوابط لعدم إساءة استخدام حق الاستجواب وبرضه إن الدستور نصوى لأول مرة على إن المجالس المحلي بقالها موازنة خاصة بيها وحساب حتالي خاص بيها كمجالس محلية كانت الأول بتعتمد في التمويل المصاريف بتاعتها أو كده على الاعتمادات اللي بتدريج لها في موازنة المحافظة لا هنا الدستور عشان يؤكد بردو استقلاج المجالس المحلي قال إن هي ليها موازنة خاصة بيها وحساب ختالي خاص بمجلس المحلي المجلس المحلي نفسه قضية برضو اللي هي الحل حق السلطة التنفيذية في حل المجلس المحلية وهي الشروط ودي مشروطة هي مشروطة بشرط واحد اللي هو عدم حل المجلس المحلية بقرار واحد من السلطة التنفيذية ولكن بتبقى فيه أيضا شروط أخرى أن هي مثلا تكون خلفة السياسة العامة أو النظام أو القانون وتم تنبيهها ولكن مستمرة في المخالفة أو كده فبيبا فيه شروط معينة يعني برضو ما هو ما تبقاش السلطة مش هتترك الأمور كده يعني طبعا مش على إطلاقها يعني مطلقة يعني